السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بالخير جميع معالي العلامة عبدالله بن بي معالي الدكتور المزروعي الدكتور محمد مطر الدكتور فاروق الدكتور أحمد سبيعان يا مرحبان أسعيد بوجودكم اليوم ومشاركتكم تمنى إن شاء الله التوفيق للجميع الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وفق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الحبيبة تهدف هذه الجائزة لنشر قيم دين الإسلام دين التسامح والمحبة والسلام حب الخير لجميع شعوب العالم تحت عنوان دورة عام الخمسين جاءت الدورة الثامنة من جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه هذه الدورة التي انطلقت من إكسبو 2020 دبي إلى العالم جائزة يتوج فيها المشتركون من مختلف الجنسيات ونتزود بمعرفتهم القيم لكتاب الله وعلومه الواسعة بلغ عدد المشتركين في هذه الدورة ستة آلاف وثمانمائة وستة عشر مشترك من تسع وسبعين جنسية مختلفة حيث تنافسوا في ثلاث فئات رئيسية الترتيل والخطابة ومسابقة الخمسين للمعلومات الاجتماعية والثقافية حول منجزات دولة الإمارات وتحقيقها للريادة الإقليمية والعالمية في هذه الأمسية الرمضانية من شهر الخير والإحسان نلتقي اليوم ونحن نحتفي بكوكب من الشباب والفتية الذين تميزوا هذه السنة في فئات مسابقات جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه إنه لمن دواعي السروري أن أتشرف بأن أكون معكم في هذه المناسبة مباركة في ليلة مباركة لهدف مبارك الزمن هو العشر الأواخر من رمضان التي تلتمس فيها ليلة القدر والموضوع هو الاحتفاء بالقرآن وجائزة تحبير القرآن فمن أولئك المصلحين الذين شهد لهم التاريخ بشهودهم والجليلة ومساعيهم والنبيلة الوالد المؤسس شيخ زائد رحمه الله وطيب ثارة وإن الجائزة التي يتسع مداها باستمرار وتأثيرها على الدوام هي تحقيق لمقاصد سامية لهذا الوطن الآمن الأمين أشكر من بعد شكر الله سبحانه وتعالى قيادتنا الرشيدة على اهتمامهم الدائم في المجال الديني ورعايتهم وحرصهم على دعم ودمج أصحاب الهمم ومساواتهم في المجتمع خاصة للجوائز ومسابقات القرآنية ومنها جائزة تحبير القرآن الكريم وعلومة وأنا سعيد اليوم بحصولي على المركز الأول فئة أصحاب الهمم أشكر القيادة الرشيدة اللي يتاحت لنا الفرصة للمساهمة في رفعة ورقي هذا الوطن نفتخر بطالبنا عبدالله حميد البلوشي الذي يدرس في تخصص هندسة الطيران فوزه بالمركز الأول في مسابقة أجمل ترتيب للقرآن الكريم فئة المواطنين في نسخة الجائزة لهذا العام أنا فخور جدا وسعيد جدا بمشاركة ابني عمر في هذه المسابقة مسابقة القرآن الكريم ونحن عشنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل الله عز وجل سبعة عشر عاما وقد وجدنا فرصا عظيما في تنمية مهارات أبنائنا في شتى المجالات ومنها تلاوة القرآن الكريم فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء أنا سعيد جدا بمشاركتي بدورة عاما الخمسين لأنها تحت لي الفرصة بالاطلاع على المزيد من قيم التسامح والتعايش بدورة الإمارات العربية المتحدة شو ما أقول عن إمارات وأهلها وشعبها وقادتها من وفيهم حقهم؟ من وجودين خورسا ما مسابقة نشكيني إمكانيات بولده باش قلبلا مسابقة لشكيني الله سعيدا متوفق برسن سعيدا متوفق برسن الله شو يجدشتا كي ايلمك يعني اطانمك همدى استازمك قدتك الرحمات كي حميلة يتكالدن بوليل إن شاء الله سعيد بمشاركة ابنتي هدى في هذه الجائزة التي تخدم كتاب الله وإن شاء الله يكون لها دافع في حفظ كتاب الله وفي حياتها